بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والعصر في المسلمين اليوم سأقدم هذه البرمجية المتعلقة بالزاوية بالطبع للحال وبالخصوص حول مفهوم الزاوية المتتملية هنا مثلا سنقوم بإنشاء زاويتين الزاوية الأولى هذه الزاوية قياسها 30 درجة الزاوية الثانية قياسها مثلا خمسة أو 60 درجة وعندما نقوم بالجمع سنصل على خمسة أو 90 درجة بطبيعة الحال وهنا كذلك هندسيا سنقوم بمحاولة الجمع بين المتجئة بين الزاويتين الزاوية الملونة باللون الأزرق والزاوية الملونة باللون الأسود وسنقارن نتيجة مع الزاوية القائمة بطبيعة الحال سنأخذ مثلا آخر هنا مثلا الزاوية الأولى قياسها 50 درجة سنرسم هذه الزاوية وبعدها نمر لرسم الزاوية الثانية التي قياسها هنا مثلا خمسة وستون درجة هذه البرمجية تقوم بتوليد مجموعة من القياسات بطريقة عشوائية بطبيعة الأحد الآن سنقوم بنقل هذه الزاوية الأولى ثم نتبعها بالزاوية الثانية تلاحظون بأن هذا المجموع يسوي مئة وخمسة عشر طبعا الحال هو يفوق قياس الزاوية القائمة تسعون درجة وبالتالي فإن الزاوية غير متتمة نأخذ مثلا آخر في هذه الحالة ستكون الزاوية الأولى قياسها خمسة واربعون درجة والزاوية الثانية قياسها ستون درجة بطبيعة الحال عندما نقوم بالجمع سنقوم بالجمع على مئة وخمسة وهذا يعني بأن الزاوية كذلك غير متتمة لذلك الزاوية لا نقوم بالجمع على مئة وخمسة وعندما نقوم بوضع الزاوية جنب إلى جنب نحصل على الزاوية يفوق قياسها تسعون درجة بطبيعة الحالة نأخذ مثلا آخر هنا مثلا ثلاثون زايد خمسة واربعون ستكون هي خمسة وخمسون سيتون زايد افتريون هي تمانون ثم مثلا인데 20 زايد سيتون هي تمانون كذلك 40 زايد سيتون هي مئة 35 زايد أربعون خمسة وسبعون تلاثون زايد أربعون هي سبعون مثلا هنا لاحظوا حصلت على القياس سيتون درجة وهنا قياس ثلاثون درجة سنترك لتحمل هذه البورمجية توكل سنقوم بالجمع الإنشاء الزاوية الأولى التي قياسها ستون درجة وبالجمع الإنشاء الزاوية الثانية التي قياسها 30 درجة وسنقوم بوضع الزاويتين جنب إلى جنب ونقارن هذه النتيجة بالزاوية أو مع الزاوية التي قياسها 90 درجة كما تلاحظون هنا عندما جمعت بين الزاويتين الملونتين باللون أزرق والأسود حصلت على الزاوية التي قياسها هنا 90 درجة وهذا يعني بأن الزاوية الأولى والزاوية الثانية هم الزاوية الثانية متتمة نأخذ مثلا آخر الزاوية قياسها 30 درجة والزاوية قياسها 40 درجة أولا سنقوم بإنشاء الزاوية الأولى التي قياسها 30 درجة كما تلاحظون هنا وبعد ذلك سنمر لإنشاء الزاوية الثانية التي قياسها 40 درجة وعندما نقوم بنقل هاتين الزاويتين ونضعوهما جنبا إلى الجنب سنحصل بطبيعة الحالة لقياس الذي هو 70 درجة وبطبيعة الحال هذا القياس أقل من الزاوية القائمة بطبيعة الحالة التي قياسها 90 درجة وهذا يعني بأن الزاويتين غير متتمنت هناك من تكون أخرى سننذهب مثالا آخر ستعود بطبيعة الحال مئة وعشرة أربعون زائد خمسة وأربعون كذلك ثلاثون زائد ستون زائد خمسة وأستوين زائد زائد غير متتمة عشرون زائد أربعون غير متتمة مثلا هنا سبعون زائد عشرون كما تلاحظون بطبيعة الحال فهما زاوية آخر متتمة لأن مجموعة يساوي تسعون درجة وهذا يعني بأننا سنقوم بالحصول على الزاوية وهذا سنحصل على تطابق بين مجموع الزاويتين الملونتين باللون الأزرق والأسود والزاوية الملونة باللون الأحمر وهنا سنحصل على تسوان درجة وهذا يعني بأن الزاويتين يتحدثون